بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب العدد والاستبراء العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق أقسام المفارقة الموجبة للعدة أولا المفارقة بالموت ثانيا المفارقة حال الحياة بالطلاق وللمرأة حالان أن تكون مدخولا بها أو أن تكون غير مدخول بها فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى والآيسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والآي لم يحضن فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر